موسيقى مع السمرار ميليشيات الحوثي في تكتميها ارتفاع ملقوض في حالة الإصابة بفيرس كولونا مطالبة غريفة بفتح ميناء الحديدة الشرعانة اللي بقى الحوثي خلافا لما نص على اتفاق ستكول واندلاع معارك في قطاعي الثوخة بوحبيل يحيى بي الضالة وتكفيد الميليشيات خسائر بشرية موسيقى أهلا بكم أعلنت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ تسجيل 14 حالة إصابة بفيرس كولونا وثلاث حالات وفاة لحالات تم الإعلان عنها سابقا و 15 حالة شفاء وأضحت اللجنة في تغريدة لها على حسابها بموقع تويتر تسجيل 14 حالة إصابة جديدة عبارة عن 6 حالات في حضر موت و 6 في عدن و 2 في لحجة كما تم تسجيل حالة وفاة في حضر موت و 1 في شبوى لحالات سابقة وسجلت اللجنة شفاء 15 حالة و 9 منها في تعز و 2 في عدن و 2 في أبيان و 2 في حضر موت و بذلك ارتفع الجمالي الحالة المؤكدة إلى 1,103 حالات و 2,96 حالة وفاة و 417 حالة تعافية إلى ذلك ارتفعت أعداد الإصابات بشكل ملحوظ في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية التي لا تزال تتعامل مع هذا الوباب السريات تامة وتكتم شديد في ظل عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للتخفيف من وطأته تواصل ميليشيات الحوثي تكتمها حول تفشي جائحة كورونا في مناطق سيطرتها والتعتيم على أعداد المصابين وطرق دفن المتوفين السرية وصولا إلى استخدام الفايروس ورقة تجارية وسياسية من أجل الحصول على مكاسب في ظل عدم اتخاذها إجراءات احترازية ووقائية خشية توقف جباياتها وإتاواتها وتكشف الأخبار التي يتداولها الناشدون عبر مواقع التواصل بشكل يومي الاتفاع عداد المصابين بالفايروس في المناطق الخاطعة للحوثيين وكذلك أعداد الوفيات التي ازدادت بشكل ملحوظ من خلال الجنائز التي تشيع بشكل يومي التحذيرات بشأن خروج الأمور عن السيدرة في مناطق الميليشيات مستمرة فقد حذرت صحيفة الاندبندنت البريطانية من خضورة النقص الحاد في المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية باليمن وأكدت أن النظام الصحي المنهار في اليمن لا يستطيع مواجهة فايروس كورونا المستجد خصوصا أن عدد الإصابات الحقيقية لم تكشف بعد بسبب قلة عدد اختبارات الفحص المتاحة وقبل أيام حذر مارك لوكوك منسق الشؤون الإنسانية أن وفيات كورونا في اليمن تعادل خمسا وعشرين بالمئة من المصابين مشيرا إلى أن الإحصاءات تؤكد أن الوفيات تعادل خمسة أضعاف من المتوسد العالمي في مؤشر أثر خروج الأمور عن السيدرة بفعل العبث الحوثي الذي تمارسه بأرواح البشر وتسعى الميليشيات الحوثية من وراء هذا التعامل غير المسؤول إلى الحصول على جبايات مالية من النشاد التجاري الذي تقلص نتيجة الإجراءات احترازية من كورونا بالأسواق واتباع سياسة خبيثة تقوم على تجاهل اتساع رقعة انتشار الجائحة وتصاعد الإصابات والوفيات وتركز على مصالحها الشخصية دون الالتفات إلى حياة المدنيين التي تحصتها جائحة كورونا بشكل يومي في الحديدة استحدثت ميليشيات الحوثي موقعا جديدا في مديرية التحيطة وصدى مزارع النخيل وأفاد مراسلنا بأنه تم رصد استحداثات للميليشيات لموقعا جديدا في أحدى مزارع النخيل بمنطقة الفازة التابعة لمديرية التحيطة الواقع جنوب الحديدة وأشار إلى أن الميليشيات تواصل تحشيدها وتضاعف تجمعاتها في خطوط التماسة وفي التحيطة أيضا قصفت ميليشيات الحوثي القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيطة بقذائف المدفعية ومختلف أنواع الأسلحة وقالت مصادر محلية إن ميليشيات الحوثي استهدفت القرى السكنية في مناطق متفرقة من الجبلية وذلك بقذائف مدفعية الهون وبشكل عنيف وأضافت المصادر وأن عمليات استهداف حوثية بالأسلحة الرشاشة المتوسطة ومعدل البيكا طالت أيضا مزارع المواطنين أيضا تعرضت الأحياء السكنية في حيث لعمليات استهداف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة من قبل الميليشيات الحوثية الميليشيات الحوثية وفادت مصادر محلية في حيث عن قيام الميليشيات بقصف الأحياء السكنية بقذائف الهون الثقيل بالتزامن مع فتح نيران أسلحتها الرشاشة ومعدل البيكا صوب منازل المواطنين وأضافت المصادر أن القصف والاستهداف كان بشكل هستيري وخلف حالة من الرعب والهلع في صفوف المدنيين وبعد تمكن أبطال المقاومة من سحق محاولات تسلو الانحوثية في الجاح بدورها مدفعية المقاومة تخمد مرابض مدفعية الميليشيات التي ترتكب مجازر بحق المدنيين في الساحل التهمية للصبر حدود رغم انضباط أشاوس القوات المسلحة من منتسب المقاومة المشتركة بمختلف تشكيلاتها لضبط النفس حسب اتفاق السويد وتوجيهات القيادة إلا أن الدفاع عن النفس كيف لها الدستورة والقانون والتعاليمة الإسلامية فالقوات المشتركة جديرة لتطهير ما تبقى من حارات مدينة الحديدة وضواحيها في حال توجيهات القيادة لحسم معركة الخلاص الوطنية ففي هذه المزارع شرق منطقة الجاح بيت الفقية تسلل عدد من عناصر الميليشيات الإرهابية بينهم قناصين وسرعان ما تم رصدهم من قبل وحدات الاستطلاع والقضاء عليهم العمليات العسكرية ومراقبة تحركات الميليشيات وتعزيزاتها في الساحل الغربي بلا وهن ولا ضعف ومشاهد القضاء على هذه العصابة المتسللة جانبا من مظاهر الخيبة والإخفاق الذي يتحكم لا من يزج بهذه العناصر الإجرامية ودفع بمزيدا من المغرر بهم إلى محارق الموت وعلى وقع الهروب والخسائر التي يتكبدها المتسللون كعادتها تقوم عصابة الإرهاب الحوتية بصب غضبها على منازل المواطنين وارتكاب مزيدا من الجرائم بحق الأبرياء بمركز مديريات حيس والتحيطة والجاح والمرازق بيت الفقية بدورهم الشاوس وأبطال مدفعية القوات المشتركة يقصفون مواقع لبقايا جيوب الميليشيات الحوتية عقب ارتكابها جرائم بحق الأبرياء من المدنيين واشتهداف بشكل مباشر الأحياء السكنية بحيس ومركز التحيطة وحققت مدفعية المقاومة المشتركة إصابات مباشرة في بقايا جيوب ومرابض مدفعية الميليشيات الكهنوتية شرق التحيطة وشمال مدينة الدورهمي عقب ارتكابها جرائم بحق الأبرياء مؤخرا لقناة اليمن اليوم عبد الوهاب نمران مطالبات غريفث الحكومة وأيضا الميليشيات الحوتية فتح ميناء الحديدة يراها مراقبون أنها إغلاق لبوابة النزاع على إدارة الميناء وأنها شرعنا لبقاء الميليشيات الحوتية في الحديدة سلطة أمر واقع ليخالف بذلك غريفث ما نص عليه اتفاق ستوكولم الذي قضى بخروج الميليشيات الحوتية من الحديدة وموانئه الثلاثة مناشدة أممية عبر مارتين جريفث المبعوث الخاص إلى طرف الشرعية وكذا ميليشيات الحوثي لفتح ميناء الحديدة أمام حركة السفون والمشاركة بشكل بناء لتحويل الإيرادات إلى رواتب تصرف لموظفي الحديدة محللون يرون أن مناشدة مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن ترصد أنها النداء الأخير لطمر ملف الحديدة والنزاع على إدارة الموانئ الثلاثة والخروج مع الشرعية بحل يقونن استمرار ميليشيات الحوثي في السيطرة على الميناء والسحب 35 مليار ريال قبل أسابيع من البنك المركزي تحت حجة صرف الرواتب وبدون علم مكتب غريفث الذي يشرف بشكل مباشر على هذه المليارات المنهوبة غريفث بحسب مراقبين يحاول قدر الإمكان إغلاق الباب بمصراعيه على أي نزاع قد يطال موانئ الحديدة الثلاثة وكذا المدينة وهو في ذات الوقت مخالف لما تم الاتفاق عليه قبل عام ونصف في ستوكولم اتفاق قضى بأن يخرج الحوثي من الحديدة كمدينة ومن موانئها الثلاثة لا إيجاد تفاهمات والخروج بأنصاف حلول مع الشرعية التي يرصد أنها المهارول الأول إلى عقد أي اتفاق إذن هو خروج من الأزمة والتهرب من اللوم الذي فتح مجلس الأمن الدولي عليه عيونه مؤخرا وبدأ فعليا في التحقيق وراء إخفاق وساطة الأمم المتحدة الذي انتصف عام ونصف ستوكولم الثاني والحديدة ما تزال على ذات الصفح الساخن فنداء غريفث الأخير يفسر الكثير من الألغاز التي اكتنفت ملف الحديدة والذي أرسل غريفث بشأنه إلى اليمن ويكاد يكون الملف الوحيد الذي سعى غريفث في وضع حدوده وإخراجه بهذا الشكل الكسيح بل أن محللين يرون أن غريفث كان فيه المشكلة وليس الوسيط أو الحل ويرى آخرون أن غريفث يعد أيامه الأخيرة على كرسي مبعوث اليمن والتصريض الضوء على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي عبدالله الدهمشي أستاذ عبدالله مرحبا بك مرحبا بك المراقب للوضع في الحديدة على وجه الخصوص كانت هناك مرحلة أولى وهي الانسحاب من الموانئ الثلاثة ومن ثم طبعا هناك إدارة للموانئ كيف طالب غريفة الحكومة وأيضا الميليشيات الحوثية بفتح ميناء الحديدة على أي أساس ولم تتم حتى المرحلة الأولى من الانسحاب من الواضح جدا أنه الآن وحب بعد عام ونص العام على توقيع ما يريده باتفاق وإنه لم ينفتد منه شيء سوى الجانب الذي سبقه وهو وقت العمليات القتالية أما ما عدد عليك أو ما تضمنه باتفاق أو ما ترتب عليه فهو لزمان هذا الذي يسميه وقت العمليات القتالية تقضي ومع ذلك أن هناك الآلات من القلوبات والانتياكات الحركية التي طالت هذه الزجنة ولم يحرك عليها شاكنا الآن مشألة الميناء واللعب على وسر الحاجة الإنسانية الماسة لمرتبات المواصلين تم معالجة قد سنتظر لسديد المكارثة قد سنتظر كل هذا يجعل نعم أستاذ عبد الله لو قطعت كلامك يعني الميليشيات الحوثية هي المسيطر طبعا كما هو معروف على الموانئ الثلاثة المطالبة الآن في هذا التوقيت يعني بفتع الميناء يعني من سيتولى إدارة هذه الموانئ وكيف ستوافق الحكومة الشرعية على مثل هذا العرض وأيضا الإيرادات كيف يمكن استقطابها وإلى أين تذهب فإن الاتفاق يضمن على أن يكون هناك إدارة الحكومة وتوريد أن تكون هناك إدارة للموانئ وأن يتم توريد الإيرادات بشأن معالجة مراسل المقصصين يعني فيها فالآن لم يطالب فيها إذا لم يكن الاتفاق قد نص على آلية لهذه الإدارة وفتح هذه الموانئة أمامهم لما ينفذ من هذا الاتفاق هو الشقة العشكري فقط وهو الشقة العشكري أيضا مصاب بإختراقات وبالتالي فإنه الموقف الحكومة الشرعية هو نفس الموقف من جريفة هذا الذي هو يعني فيشير في هذا الاتفاق فشار الزريع والآن من يطالب من يعني إذا لم يكن لديه آلية منصوصا عليها بالاتفاق أو أن الآلية التي نص لا تكتمل لأستاذ عبدالله يعني الآلية فقط أو طرح الآليات دون ضمانات جزيلة شكر لك الكاتب والمحلل السياسي عبدالله الدهمشي شكرا جزيلا لك في تعز مشاهدين الآكارم أسفرات اشتباكات بين القوات المشتركة والميليشيات الحوثية في هذه المناطق والتي استمرت ما يقرب من ساعة تكبدت الأخيرة خسائر في العدد وفهد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن الميليشيات الحوثية حاولت التقدم من جهة مثلث البرح ووادي راسيان للسيطرة على تبة استراتيجية في قطع البرح ولكن دون جدوى مؤكدا أن الوحدات من القوات المشتركة تصدت لعناصر الميليشيات وقامت بإجبارها على العودة من حيث أتت بعد مصرع وجرح العديد منهم وعلى مقربة من تعز تدور معارك شرسة بين القوات المشتركة والمقاومة من جهة والميليشيات رحوثية من جهة أخرى في الضالع وفاد مراسلنا أن مواجهة اندلعت في قطاعي الثوخب وحبيل يحيى غرب حجر شمال غربي محافظة الضالع وأضاف أن سلاح الدروع قصف التجمعات للميليشيات التي تكبدت خسائر كبيرة فيما المواجهات مستمرة بمختلف أنواع الأسلحة إلى ذلك تواصلوا ميليشيات رحوثية أساليب القمع والتضييق والترهيب أيضا على مشائخ العود في محافظة إب وتقوم بمطالبتهم بالتحشيد لجبهاتها لتعويض خسائرها البشرية في جبهات الضالع على أيدي القوات المشتركة بعد انكساراتها وهزائمها في جبهات عدى لجأت ميليشيات الحوثي إلى ممارسة الضغط على مشايخ العود بمحافظة وذلك وذلك لتعويض خسائرها البشرية التي سقطت في جبهة الضالع وهو أسلوب دأبت عليه الميليشيات في الضغط على المشايخ لدعم جبهاتها والزج بأبناء القبائل في حربها العبثية التي لا ناقة لهم فيها ولا جمل وأكشفت مصادر قبلية تلقي قيادات ميليشيات الحوثية ومشرفيها في المناطق الحدودية لجبهات الضالع توجيهات بممارسة ضغوط على المشايخ القبلية لدعم الجبهات بالمال والمقاتلين وحثت قيادات حوثية عليا مشرفين من مناطق مختلفة في العود على حدود محافظتي الضالع وإب باستمرار التواصل مع المشايخ ورجال الأعمال والتجار لفرض دعم على المواطنين لجبهات الفاخر والحشاب المالي والمقاتلين الميليشيات الحوثية شددت على ضرورة تحشيد المقاتلين نظرا لما تقتضيه الحاجة بحسب التوجيهات الحوثية من قياداتها الكبار في إشارة ضمنية إلى نواياها بتكثيف هجماتها على تلك الجبهات واستمرار الحرب العبذية التي يذهب ضحيتها أبناء القبائل في الوقت الذي تصطر فيه قادة الميليشيات توجيهاتها من الفلل والمباني الضخمة التي نهبتها من الإتاوات والجبايات مصادر محلية تحدثت بأن المشايخ والشخصيات الاجتماعية كانت قد أكدت في وقت سابق لقيادات الحوثي بأنها لن تكره المواطنين على تقديم أبنائهم للقتال ومن لديه الرغبة بذلك سيتوجه من تلقاء لكل من يخالف توجهاتها ويرفض إملاءاتها التي تقرق الجميع في مستنقع العنف وسفك الدم وبالعودة إلى مسجدات الوضع في الضالة ينضم إلينا المتحدث باسم محور الضالة فؤاد جباري مرحبا بك محور أعجب يسعد مساك هناك يبدو أن مواجهات أثيرة في الآون الأخيرة في تحديد على قطع الثوخب وأيضا حبيل يحيى هل لك أن تطلعنا على مسجدات هذه الهجمات نعم أخي العزيز المواجهات في الآون الأخيرة تركز في قطاع الثوخب وحبيل يحيى كان أخرها الساعة الماضية فرأة المواجهات منذ وقت أدان الفجر حتى الساعة الثانية شرق الضغرا المنشاة دجت العشرات من عناصرها في محاولة منها لتقدم نحو مواقع القوات الجنوبية والمشتركة في قطاع الثوخب شمال شرقي مديرية الحوشية لكنها انكثرت بعد تلقي خسائر كبيرة وفادحة عشرات من عناصر المنشيات الحوشية المنشيات ومسرعهم وأيضا جرحة من هؤلاء لا زالت بكة البعض منهم إلى فؤاد يبدو أن هناك محاولات متكررة خصوصا في هذه المناطق في أضالع تحديدا لاحتلال أو للسيطرة على المواقع لو تحدثنا عن التقدمات التي حدثت في الآوين الأخيرة هل تم تقدم بالنسبة للقوات المشتركة أم أن هناك اختراقات وتمت السيطرة من قبل المنشيات نعم المنشيات كانت تحاول التقدم نحو على المواقع الكاتجية التي تطل على منطقة التوقف لكن تم صداء في هذا الزحف الصباح اليوم المواجهات بشكل عام في مختلف جبهات محور أرضالع تقتصر على المواجهات كلا في مكانه وأيضا صدق الجهوفات وتفلولات التي تحاول المنشيات السوطية من وقت آخر القيام وداء وأيضا المواجهات تتفر على القيام بقصف مدفع متبادل في أيضا يعني برايك فؤاد ولو على عجالة أن تتحدث أن تحرك كلا في مكانه يقوم بقصف الآخر لماذا في الأون الأخير شهدنا أن هناك فقط الدفاع عن المواقع التي تم تسيطر عليها ولم تكن هناك هجمات أو تحقيق تقدمات هذه الأمور العسكرية تعود إلى القيادة العسكرية في جبهات محور الآخر أيضا إلى القيادة السياسية وهو معروف في المجلس الانتقالي الدنوبي وهذه الأوامر التقدم والتخندق في المواقع يعود إلى القيادة العسكرية والسياسية إذن أشكر لك جزيل الشكر الناطق والمتحدث بسمح وردالة فؤاد جباري شكرا جزيلا لك كشف مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان وجود 13 ألف معتقل ومختطف أيضا يمني في 300 سجن حوتي وطالب المركز في ندوة نظمت بمناسبة اليوم العالمي للضحايا التعذيب منظمات الدولية الفاعلة بالتحقيق ووضع حد للانتهاكات الحوثية وأكد المختطف الدكتور عبدالقادر الجنيد أنه تنقل في 15 سجنا وأيضا زنزان خلال عام واحد من الاعتقال في صنعام وضحا أنه تعرض للتعذيب وصفه بالسالب للآدمية والوحشي أيضا لافتني لأن هناك المئات من المختطفين لأسباب مناطقية ونظرات تعصب طائفي وعنصري تتابعنا بعض الفاصل اليونسيف تحذر من زيادة تدهور الوضع المتردي للأطفال بسبب النقص في تمويل المساعدة الإنسانية أهلا بكم من جديد منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف تحذر من زيادة تدهور الوضع المتردي أساسا بالنسبة للأطفال دينباتوا على حافة مجاعة في اليمن وذلك بسبب النقص الكبير في تمويل المساعدة الإنسانية في ظل جائحة كورونا أطفال اليمن أصبحوا على حافة المجاعة بسبب النقص الكبير في تمويل المساعدات الإنسانية في ظل جائحة فيروس كورونا المسجد تحضير جديد لملظمة الأمة المتحدة للطفولة اليونسيف السبب الرئيسي أنه كنت موجودة وهم بيعملوا على الأساس أنهم معتمدين على الدقيق والماء هذا هو وجبة الفطور وجبة الغضاء وجبة العاشاء وجبة الأطفال وجبة المتوسطين للعمر وجبة كبار السن الملظمة قالت في تقرير لها زارته بمرور أكثر من خمسة عوام على بدء الحرب في اليمن إنه في الوقت الذي يعاني فيه النظام الصحي المنهار والبنية التحتية في اليمن من صعوبات في التصدي لفيروس كورونا فمن المرجح أن يزداد إلى حد كبير تدهر الوضع المترد أساسا بالنسبة للأطفال آسف أنه ما حصلنا شيء الضوء الآن مش موجود معدوم لا أكثر من ثماني شهور والله حاولت حاولت من حافظة الثانية حاولت حتى من الأردر المجيب والمطار مقفل وقلقوا المطار وحتى البديل حقه برضو معدوم التقرير أشر إلى إمكانية إصابة ثلاثين ألف طفل إضافي بسوء التغذية الحاد الوخيم المهدد للحياة على مدى الأشهور الستة المقبلة حيث يمكن أن يرتفع العدد الإجمالي لأطفال مصابين بسوء التغذية دون الخامسة إلى أكثر من مليوني طفل وهو ما يمثل تقريبا نصف الأطفال في البلاد دون الخامسة وبزيادة تصل إلى نحو عشرين في المئة وحضر التقرير من استمرار غياب الخدمات الصحية والقذائية فسيكون نحو ثلاثة وعشرين ألفا وخمسمائة طفلا من من يعاني من سوء التغذية الحاد الوخيم عرضة لخطر الموت الوشيك كما لن يحصل ما يقارب من مليون طفل على المكملات الغذائية الدقيقة الضرورية ولن يتم تطعيم خمسة ملايين طفل دون الخامسة ضد الأمراض الفتاكة وتعاني المركز الصحية من نقص حد في الأدوية وكذا انتشار أمراض كالكوليرا الذي تسببت بوفاة المئات في وقت يعيش ملايين السكان على حفة المجاعة جرى أسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة تتاجر ميليشيات الحوثي بالمشتقات النفطية في أسواقها السوداء التي تديرها قيادات كبيرة في حين تواصل احتجاز أكثر من 150 قاطرة محملة بالمشتقات النفطية على مداخل عاصمة صنعاء ومنافذ في مناطق سيطرتها تلعب ميليشيات الحوثي بالورقة الإنسانية حينما تدرك أنها كادت أن تنفضح وتظهر سوآت غبائها والسخفافة بالوضع الإنساني والصحي بمناطق سيطرتها ففي الوقت الذي تحتجز فيه القادرة المحملة بالمشتقات النفطية على مداخل عاصمة صنعاء تفتعل أزمة مشتقات خانقة يتضرر منها المواطن في المقام الأول في حين أن تقومها وسيارات قياداتها ومشرفية تجوب الطرق والشوارع مليئة بالبنزين بينما المواطنون يدخلون في طوابير طويلة لأيام عديدة في سبيل الحصول على 40 لتر من البنزين والتي لا تكفي سوى لبضعة أيام وبحسب المراقبين فإن الغريب في الأمر أن المشتقات تنعدم في محطات الوقود وتظهر بشكل فائض في السوق السوداء التي تديرها قيادات ومشرفون حوثيون وتجار النفط وقد كشف حاليق مخزن مشتقات النفطية في حي السنين بالعاصمة صنعاء جزء من فساد المليشيات الحوثية وتخزينها بهدف المتهجرة بها في السوق السوداء وتنويل عرباتها القتالية وتشهد العاصمة الصنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيدلة مليشيات الحوثي أزمة طاحنة في المشتقات النفطية منذ نحو أسبوعين وصد انتعاش لبيعها في السوق السوداء حيث تجاوز سعر الدبل 20 لتر من البنزين والديزل سقف 20 ألف ريال مع رفضها تخفيذ الأسعار أسوة بالمحافظات الأخرى بما يتوأم مع الانخفاض الكبير الأسعار النفط في الأسواق العالمية يأتي هذا في وقت تواصل مليشيات الحوثي احتجازا أكثر من 150 قادرة محملة بمادتي البنزين والديزل في أدة منافذ خاضعة لسيدرتها في حين تستثمر المعاناة الإنسانية لتحقيق مكاسب سياسية ليس إلا بحسب اللجنة الاقتصادية العليا وبحسب مصادر نفطية فإن تلك القادرات المحتجزة فضلا عن المخزون النفطي لدى المليشيات في خزانات بمحافظة الحديدة تكفي لأكثر من سبعة أشور وامتصاص الأزمة المفتعلة حاليا بما يسهم في انسيابية الحركة والعودة إلى وضعها الطبيعية حاجمت أسراب كبيرة من الجراد محافظة مارب ما يهدد الانتاج الزراعي في هذه المحافظة وشكى مزارعون في مارب من انتشار كبير للجراد في مزارع الفواكه والخضروات التي التهم محاصيلهم ونشد أيضا الفاو مساعدتهم بالمبيدات ومستلزمة الرش وأكدوا في الوقت ذات أن الجرادة في طور الحوريات بدأ بمهاجمة محاصيلهم والتهامها ما ينظر بتحويلها إلى مناطق قاحلة مددت وزارة الأوقاف والرشاة فترة إعادة وكالات السفار حقوق الحجاج إلى نهاية شهر الحجة إثرى قرار وزارة الحج السعودية محدودية عدد الحجاج لهذا العام بسبب فيروس كورونا والاكتفاء بالمقيمين داخل المملكة لأداء هذه الفريضة اقتصار أداء مناسك الحج لهذا العام على المقيمين فقط في المملكة العربية السعودية بسبب فيروس كورونا أحدث إرباكا لدى الكثير من وكالات السفر والحج والعمر ما دفع وزارة الأوقاف اليمنية إلى تمديد فترة إعادة الوكالات لحقوق الحجاج اليمنيين المسجلين في هذا العام حتى نهاية ذي الحجة من أجل أن تتمكن الوكالات من الإفاء بالتزاماتها نحو الحجاج وأوضح قطاع الحج في بيان صادر عنه أنه يتعذر نظاما إرجاع الضمانات لأي وكالة كونها أي الضمانات يتم إيداعها لضمان حسن الأداء واستمرار النشاط في أعمال الحج والعمر وأن هناك إشكالا قائما في تفاصيل مبالغ الضمانات منذ اشتياح ميليشيات الحوثي للعاصمة صنعاء في سبتمبر من العام 2014 وأكد القطاع أن جميع المبالغ المسلمة له تم إيداعها في حسابات الوزارة بالبنك الأهل السعودي حساب الضمانات وهذه الحسابات لا يتم فتحها إلا في شهر رجب ولا تستطيع الوزارة التعامل معها إلا في نهاية شهر رجب الحرام من كل عام لذا فإنه يتعذر صرف أي مبلغ من مبالغ الضمانات لأي وكالة كما وجه القطاع الشكر والامتنال للوكالات المبادرة في استكمال صرف مبالغ الحجاج ودع البقية لسرعة سداد خلال الفترة المحددة بنهاية شهر ذي الحجة وجاء إعلان قطاع الحج اليمني بعد قرار المملكة العربية السعودية باقتصار موسب الحج لهذا العام على المقيمين في المملكة من مختلف الجنسيات وبأعداد معينة نظرا لتفشي كورونا في دول العالم وفق إجراءات وضوابط احترازية للمحافظة على سلامة حجاج بيت الله الحرام وفي موضوع العالقين اليمنيين وصل إلى مطار عدن وسيئون الدوليين 319 من العالقين في مصر بعد إجراف حصات البي سي آر وتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا وصل إلى مطار عدن الدولي 143 مواطنا و176 آخرون إلى مطار سيئون عبر طيران الخطوط الجووية اليمنية وأوضح مدير مكتب اليمنية بالقاهرة خلدون الشرجبي أنه تم إعادته ما يقارب من 2600 عالقا خلال الفترة الماضية وعمل هذه الفحوصات لعدد ألف آخرين سيتم تنظيم عودتهم خلال الأيام القليلة القادمة إلى مطار عدن وسيئون الدوليين يواصل فيروس كورونا المسجد انتشاره في مختلف دول العالم حيث تجاوز عدد المصابين بكوفيد 19 10 ملايين وتخطي عدد الوفاية النصف مليون شخص وذلك منذ ظهور الفيروس في الصين لأول مرة في ديسمبر الماضي وذكرت آخر الأحصائيات أن عدد الإصابات بالفيروس التاجي بلغت أكثر من 10 ملايين و 108 ألاف شخص ووصلت حالات الوفايات إلى أكثر من 500 ألف وحالة وفاة فيما تجاوزت في الحالات الشفاء الـ 5 ملايين و 480 ألف شخص وفي الولايات المتحدة الأمريكية تجاوزت حصيلة الوفاية بفيروس كورونا المسجد مستوى المائة و 28 ألف حالة وصد انتشار متسارع لهذا المرض في البلاد وسجلت في الولايات المتحدة مليونان و 596 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المسجد بينها 128 ألف حالة وفاة ما يعادل 4.95% من الحصيلة الإجمالية لهذه الحالة من جانبها أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة إنه تم تسجيل 258 إصابة جديدة بفيروس كورونا وهي الأعلى في يوم واحد إضافة لتسجيل حالة وفاة بهذا الفيروس وأوضحت الوزيرة أن من بين الإصابة الجديدة 199 في محافظة الخليل وعادت الإصابات للظهور في بيت لحمة التي سجلت فيها أول ظهور لهذا الفيروس في العراض الفلسطينية كما تم تسجيل 33 حالة إصابة بهذا الفيروس وقالت الكيلة إن هناك 11 حالة 11 حالة خطرة من المصابين بهذا الفيروس في غرف العناية المكثفة وتحديدا في محافظات الخليل وبيت لحم ونابلس بينها حالتان على أجهزة التنفس الإصطناعي وأضافت أن إجمال الإصابات منذ انتشار الفيروس في مارس الماضي ارتفع إلى 2003 حالة منها 1427 حالة نشطة وقرر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه بعد اجتماعه بقادة الأجهزة الأمنية إعادة تفعيل لجان الطوارئ في كافة المحافظات والمدن والقرى والمخيمات كما أشرت وزارة الصحة تشيكية إلى تسجيل أكبر الزيادة في الإصابة بكوفيد-19 منذ أكثر من شهرين مع وجود بؤر عدة لهذا الفيروس وأبلغت الوزارة عن تسجيل 168 حالة إصابة وهي أسرع زيادة يوميا منذ 11 من إبريل و120 إصابة أخرى حتى مساء السبت وبهذا يصل العدد الإجمالي إلى 11164 حالة إصابة وبينها 349 حالة وفاة فيما أنجعت رئيسة قسم الصحة العامة الزيادة إلى إجراء فحوص مكثبة في العديد من بؤر انتشار المرض أخيرا وكانت تشيك خففة تدريجيا معظم الإجراءات المتخذة منذ مارس الماضي للحد من انتشار هذا الفيروس وإعادة فتح الحدود مؤخرا وكذلك المدارس والمحال التجارية ترجمة نانسي قنقر تذكير بأبرز عنوين هذه النشرة مع السمرار ميليشيات الحوتي في تكتمها ارتفاع ملحوظ في حالة الإصابة بفيروس كورونا مطالبة غريفة بفتح ميناء الحديدة شرعنة لبقاء الحوتي خرافا لما نص على اتفاق ستوكول اندلاع معارك في قطاع الثوخة وحبيد يحيى بي أضالة وتكبيد الميليشيات خسائر بشرية لقاءنا يتجدد بإذن الله في النشرة القادمة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر